لسه كلامنا عن الرياضة مستمر ومبارح كان يوم رياضي بامتياز زمالك تعادل مع فريق سجرادة الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا وصعب موقفه في مرحلة المجموعات ونروح على ناحية تانية نشوف تألق محمد صلاح مع ليفربول لقدم الحقيقة مباراة استثنائية ونجح في تسجيل هدف رائع خلونا نحلل أحداث هذه المباراة اللي شهدتها الساحة الرياضية مع الناقد والمعلق الرياضي محمد عفيف صباح الخير عليك محمد صباح الخير بسنت هنم صباح الخير بسد محمد صباح الخير علي كل مشاهدي صباح الخير يا مصر أينما كانوا طبعا يا أهلا بك منورنا المرح مباراة الزمالك كانت صعبة شايف موقفه بقى صعب دلوقتي مش صعبة بالقدر اللي صعبها بنفسه على نفسه في هذه المباراة زي ما كانت في مباراة البيترو أتلاتكو في القاهرة الزمالك هو اللي بيصعبها على نفسه ولكن نتيجة بترو أتلاتكو بتفوق على الوداد المغربي في الجولة التانية في المباراة الأخرى اللي بتتبع لنفس المجموعة الرابعة سهلت الأمور شوية قدت نفس تاني لنادي الزمالك لأنه أصبح عنده نقطتين الأمور أصبحت في الجولات الأربعة المتبقية بالنسبة لدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة لا فيه أمل وأمل كبير كمان والزمالك من أخطر الفرق وما زلت عند رأي حتى ما بعد التعادل أمام بترو أتلاتكو في الجولة الأولى وحتى مع سجرادة في جولة تانية الفرقين الأنجوليين هناك في الواندا أو في القاهرة من قبل لأنه الزمالك فريق خطير جدا لكن مش لقيت توليفها ومن الآخر كده فيه كهربا موجودة مش كهربا اللي محترف بتاعزنا فيه كهربا موجودة لمجلس أو للجهاز الفني ناتزة مالك بسبب عدم الاستقرار بشكل أو بآخر في الكيان أو في المنظومة ما بعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد له كل الاحترام وتقدير بشكل أو بآخر لكن هما ما طلعوش قالوا أنه مثلا الراجل مستمر ومشروع حتى ختم بطولة أفريقيا أو حتى ختم هذا الموسم ودعم الحالة شوية أنه فيه إزعاج أي نتيجة سلبية ممكن تأثر بسلب فهم لازم يطلعوا لازم يتكلموا يقولوا الراجل مستقر احنا معاه مشروع يستمر حتى ختم هذا الموسم كارتيرون كارتيرون لأنه بالنتاج السلبية هو تعادل مع بترو أتلاتكو ثم الهزيمة 02 أمام سموحة في الدوري ثم تعادل بالأمس تعادل سلبي وهم مش محظوظين يعني بشكل غريب من أسوأ المباريات اللي بلعب الناس زمالك كسوق حظ صح لأنه بيعمل كل قوم أنا أقولتها يمكن في أكتر بما قلت بيلعب آه يكسب لأ هو بيقدي وبيقدي بشكل مميز الحقيقة وبيوصل بالذات بس العرضة والقائم بصراحة مش عارف يعني مش قادرة أبررها لأنه دي برضو عيب لعبين لأنه المفروض في التدرب خلال المراحل التدريبية ما قبل المباريات كيفية إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب المرغوب فيه في المباريات اللي زادية أنصاف الفرص فما يفعش أن انت ضيع مثل هذه الفرص مع هو مش حظه بس مع الحظ ما بيقفش غير مع المكتهد حتى آه بتوصل لكن لازم تنهيها بشكل متقن تلعب على لقب وجمهور الزمالك بيبحث عن اللقب السادس لأنه كمان فرق الأهلي بقى عشرة ألقاب مازين بيقى لكونغولي اللي هيلعب بالمناسبة النهاردة مع المصر رأي برسعدي في كونفدرادية و الزمالك عنده خمسة لقب فجمهور الزمالك مشتاء بقى في لقب أفريكو كبير أنت عارف أنه دايماً لما يحصل تعادل أخسارة يمكن بنرمي اللوم شوية على المداربي يمكن بسبب أو التغييرات اللي بتحصل دي في وجهة نظرك ممكن يكون كارتيرون أخطأ في التشكيل بشكل كبير طبعاً زيزو غايب بدعي الفيروس كرونا كما أعلن نتمنى له السلامة والأمان بإذن الله ويكون موجود في المباريات اللي جاية هما سافروا من لواندا على كازابلانكا المدينة المغربية لمواجهة الوداد إن شاء الله في الجولة التالتة بشكل مباشر آه في مشكلة حتى من مباريات كأس الرابطة اللي هو كان بيجرب فيها العيبة كتير وقال لا أنا عندي الأساسيين اللي كانوا موجودين مع مدخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية فلازم يكون فيه التوليف الأنسب طب جولك الناس معظمهم مش في حالته بس عشان نبقى وقعين لأنه فتوح مثلا فيه مباراة بترو أتلتكو كان سايق للغاية صحيح مشكلة اللعب المصري القافة بتاعت اللعب المصري دايما لما باجي معاكم بأتكلم على العامل السيكولوجي لأنا تعلمتم من الناس بره إنه أي حد بيفوز كنت أتعامل مع روجر فيدر يقوله أنت جبت ألقابة في جرجان سلام زي يقولي هنا العقلية نوفاك جوجوبش نفس الكلام نيوسن بولت وفي نفس الأمر بالنسبة للعاب يكورد للقدم ليفربول بيلعب بره زي جوه عنده استراتيجية واسلوب أنا عايز أفوز النادي الأهل على سبيل المثال ربعية تاريخية في الهلال وبرونزية عالم رحم على الهلال السوداني مباراة من أسوأ الموراة لأنني شخصين علاقت عليها بالنسبة للنادي الأهل نفس الكلام نادي الزمالك العيبة جاية خلاص وصلوا لنهاية أفريقيا مع المنتخب الوطني مش بيقدوا بالشكل الكبير مع نادي الزمالك التوليفة مش مصبوطة والقهربة اللي معمولة بالنسبة باتريس كارتيرون والجهاز الفني مع اللاعبين كمان لأنه كل لعب حتى ما قبل الانتخابات كان فيه كلام عن خصومات هتخسر هيطات عاقب طب لازم بيقى فيه استقرار ولازم بيقى فيه دعم من مجلس الإبارة والمسؤولين عن الكرة في نادي الزمالك وفي نفس الوقت لازم بيقى فيه توليفة محترمة ممكن يحرمهم بعد كده من الانضمام للمتاخد ما في المية والراجل كجهاز فني بالنسبة للمتاخد بالوقت بيقى في شكل عام يعني بيختاروا لعاب المتقلق بسأله يا عمدي وجد نظر مختلفة إحنا اللعيبة بصراحة وما بدفعش هم لعبوا مطشات كتيرة جدا الفترة اللي فاتت هي في الحقيقة تتعب أي حد يعني حتى لو محترفين هم لقى على فكرة يعني المطشات اللي لعبوها كتير قوي دي هي إجهاد كبيرة عليهم عصبيا ونفسيا قلت هل كنت معاكم من أسبوع تقريبنا أو قبل مباراة نهاية أفرق مصر والسنغال قلت ربا درت النفع اللي حصل في الموسم الماضي من ضغط مباريات وتزاحم عدد مباراة كبير قوي تكل 8 و 20 ساعة مباراة قد نفس أكبر للعابين المحلين أنهما يبقوا زي اللعابين الأوربين في ركم المباراة فقدروا أن يلعبوا في أمم أفرقية بشكل يخد بمستوى اليقى بدنية يخد أي منتخب آخر اللعابة دي المفروض وصلت لمرحلة من الاحتراف والأسعار وكمان عملات الاستشفاء الموجودة في الأندية الكبيرة زي ناد الزمال وناد الآله المفروض خليهم وقفين على رجليهم في أي وقت محمد صلاح بسم الله ومشاء الله راجل جاي من أمم أفرقية العقلية فإنه حول حتى الهزيمة فيه في عين الأمم أفرقية إلى أنه يبقى عدل ينتقم بالزبط كده آه يعني بصراحة راجع وكله حماسي يأكل الكل ويأدي أداء زي الفل لازم لازم فعلى الزمالك أنه يعمل كده على باتريس كارتونرون يلاقي التوليفة لأنه عنده لعيبة من أفضل لعيبة الموجودة في القرى الأفريقية كلعبين كأفراد لكن التوليفة اللي هو بيعملها على الأرض لم يلعب لا يعني يبدأ بشكبالة مرة ثم يحط مثلا الإمام عشور مرة في البودلاء ومرة في تشكيلها الأساسية مش لاقي أنه في حاجة غلط في التوليفة اللي بيعملها طب هو ليه ما بيستقرش على تشكيل ما داشت أقول غيابات بس هو بيحاول أنه يطلع بأفضل حاجة أو أنه يغدع الغريم يعني مثلا طريق 3-4-3 بالأمس مش 4-3-3 ومشتقطها أو 4-2-3-1 اللي بيلعب بيها والمريحة أكتر يعني بيحاول أنه يعمل حاجة مختلفة بيوصل أهل المرمة لكن عنده مشاكل دفعية محمود علاء مش في حالته بالمرة أبو جبل حتى بعد ما جي برضو مش في حالته وإن كان تقلق في المباراة الماضية في المباراة بالأمس عن ما كان الحال في المباراة الماضية بعد عودته من أمم أفريقيا لكن بشكل عام كمان العروض اللي تيجي كتير قوي للعبين وده برضو عمل لهم حالة بشكل أو بأخر طبعا لأنه في لعبين تقلقوا زي فتوح وزي أحمد سايزيزو حتى إمام عشور واللعبين اللي هما موجودين وبدأ الكلام عليهم بشكل كبير بيطلعهم بره التركيزه دايما الزمالك موعد بكده لأنه اللي من فوق ما بيجلوش الأمان أو إنه بس كمل حتى النهاية عقدك أو حتى نهاية هذا الموسم وبدأين هنتكلم بشكل جدي على العكس في الجانب الآخر مثلا في نهاية الأهل ما فيش كلام ده ما حصلش الناس بتركز الناس بتخش في أجواء المحلي أو الفريقي زي ما كان مع المنتخب الوطني وبيرفع من معدل التركيز واللياقة البدنية وبتبعي الأداء الفني علشان حتى بعد نهاية السيزون لو جالك عرض كويس إحنا معاك إحنا في ظهرك فكرة عقلية بس تختلف من مكان آخر الشريكبالا كان فايق جدا وطرق حامد غيابه تفتكر أنه أثر على خط النص في الزمالك 100% طرق حامد بشكل عام منذ غيابه حتى ما قبل الاستدعاء لأمم أفريقنا وكده كده كان مصاب من مباراة الدورية حتى ما حضرش في كاس الرابط المؤثر بشكل أو بآخر لكن هل نادي الزمالك بيقف على لعب المفروض لنادي كبير نادي بطولات لازم يكون ليه بديل وبديل تقيل موجود في نص الملعب لما مشي في الجاني ساسي لقينا إمام عشور تقالك بشكل أو بآخر طرق حامد مصمار نص الملعب نادي الزمالك مستباح في نص الملعب وطالما اخترق نص الملعب الدفاع بتاعه أقل وانش متقلق لكن مثلا النص التاني من الدفاع محمود علاء مش في حالته محمد عبدالغاني برضو مش في الخبرات الكبيرة اللي يقدر أن هو يسد قدام فرق كبيرة ومباراة لأوداد اللي جاي اختبار تقيل أول لعب نادي الزمالك فلازم يكون فيه أكتر من بديل وأكتر من استراتيجية مرونة تكتكية في الاستراتيجية هل الزمالك قادر أن هو يستعيد يلمل بأوراقه زي ما بنقول كده ويستعيد اللعيبة تاني استعيد عفيتها ويقدروا يظهروا بالشكل المطلوب في المباراة القادمة مع الوداد يقدر الزمالك أنا زي ما قلت عنده عناصر فردية محترمة فنيا لكن على المستوى الجماعي لا وده بيبان حتى يمكن حتى لو عندك تلت هجومي متفاهم وفيه فرص تقدر توصل من نص الملعب اللجومي سواء الجزيري أو أي لعب موجود في التشكيلة بالنسبة لنادي الزمالك هجوميا لا فيه مشكلة فيه إنهاء الهجمة ده عنصر سلبي لازم يتضرب عليه نادي الزمالك لازم يكون فيه توليفة بالعناصر الأساسية التي تلعب بها مع المرونة تكتكية كيفية تدوير لطريقة لعب على الأرض الملعب تتناسب مع الغريم إزاي طب أنت كنت كلمت عن أداء فخر العرب صلاح وقلت أنه هو يعني عدل ينتقم وصل الهدف الـ 150 في مسيرته يعني إيه اللي منتظر بقى محمد صلاح مع الفريق مع الفريق ليفر بول بالذات إنه إحنا عارفين إنه فيه كلم كثير على إنه هيمشي من ليفر بول في نفس الوقت الجمهور عايزوا جدا في نفس الوقت لم يتلقى عروض جدة طليق ب محمد صلاح تفتكر إيه اللي مستنين اللي أنا شايفه إنه لازم يستقر في ليفر بول لازم يعمل التاريخ الكبير الحالة زي ما عملها ميسي في سنين طويلة مع برشلونا زي ما عملها كريسانو رونالدو مع ريل مدريد وبرشلونا قدروا لعبتهم يعني هل أنت شايف بالتأكيد لا هو ليفر بول يقدر محمد صلاح بشكل كبير بغض نظر عن الاختلافات في كيفية إنهاء تجديد التعاقد بالنسبة للمحمد صلاح لكن هو زي ما بنقولها كده بيعزز نفسه لأنه بيقدم عشف علاها وطبعا الخلاصة إنه بيقدم عشف علاها وفي كل مرة في الدوري يمكن الإنجليزي أو الأسباني أو إحنا بنشوف أن الأندية دي فعلا كانت لعيب هو اللي شايلها يعني لما شفنا ماسي مشي من برشلونا أو كريسانو رونالدو من ريل مدريد شفنا أداء الفرق دي مش زي ما هي ففي نفس الفكرة نحن بنتكلم بمحمد صلاح اللي النهاردة بيبقى مش هنقول بيتقانم بيهم لأنه النهاردة أحسن بكثير ففوجة نظرك ليه ممكن ليفر بول ما بيقدرش حاجة زي قيمة وقامة زي محمد صلاح هم في الكرة في إنجلترا بشكل عام بالنسبة لهم اقتصاد قوة والتأثير بالنسبة لمحمد صلاح إنه عايزينه بس أكبر قدر إنه نحن بقى كسبانين من وراء مش هو الكسبان في مجرد أنه يبقى موجود وبياخد عقد كبير زي نجوم كديرة كانت بتاخد فلوس وما بتقدمش الكثير زي ميسي مثلا مع بريس سانجرمان يدلقات إنه هو أحسن لعب في العالم في البالوندور وتاني أفضل لعب في العالم في دابست ومع ذلك ما بيقدمش الكثير إنبابي على سمي المثال أفضل منه محمد صلاح يقدم لكن هم بيعملوها عملية أعرض وطلب إحنا ندي كذا فنفاصل فيها فهتمشي جزي المهم إنه محمد صلاح بيكسب كويس قوي من ليفربول بيكسب كمان كاسم مع ليفربول لإنه خلاص بقى في المنظومة وليفربول دي بقى من الأندية المتقفش على حد لأنه ليفربول تكسب كل ماتشاط لما كان محمد صلاح وساد يوماني في أمم أفريق على سبيل المثال ولكن محمد صلاح تأثيره في المباراة الكبيرة طبعا فلا يفرق بقى هناك تقل بتاع الأندية بيخلق فرصة يعني هيكون دائما بيقول مثلا فيه لعيب بيستغل الفرصة ولعيب يستغل أنصاف الفرص لا ده بيخلق الفرصة أصلا بيعمل تقل للهجوم بيخلص كور صعبة جدا أي مهاجم كلاسيكي في الجول بتاع الأمس أمام برنلي لا هيسلم لعب لأنه موجود هو عمل عكس حركة قدمي الاتنين المدافعين اللي موجودين وعكس حركة الحارس القرار مع اتخاذه في التوقيت المثال بيمينه زي شماله الكنترول بتاع الكورة كل حاجة عملها حلوة تجد له كريدت إنه لا أفضل لعب في العالم بدون مجاملة وبدون تحايز إننا كمصرين لأنه لا دي النقاط اللي بتفرق لعب عن لعب صح إزاي بيخلص إزاي بيعمل أفضلية لفريقك بمهارتك الفردية وقيمة المهارة الفردية لما تخدم على الأداء الجماعية والنتيجة بإجابية طب قبل أن نذهب للمجاز كان عندنا سؤال في الحلقة النهاردة خسرت كم واحد بسبب السوشيال ميديا حابين نعرف منك أنت خسرت كم واحد بسبب السوشيال ميديا والله في مجالنا كمعالقين كمان الناس بتزعل قوي بتتدايق قوي لما بيحشوا أن انت ميل لفريق على الآخر وإحنا في كل الأحوال لازم تكون محايد بشكل أو بآخر لكن في ناس كتير قوي بتزعلنا وبنزعل مننا لكن بنتحاول بقدر مكان نطلع أو أنا شخصيا أطلع برة أو أخدها ببساطة لأنه لو زعلت من كل كلمة بتقال أصدقاء مثلا عمل بلوك لكل الناس لا مش عمل صعب لأنه في ناس كتير ما عرفهمش لكن كأصدقاء بيزعلني الفكرة في أنه بسبب شغلك هم عارفينك كويس أنه يتغيروا عليك ودي بتبقى سيئة للغاية لأنهما في مجال الرياضة كمان وفي مجال التعليق بيبقى الموضوع صعب شوية لكن ما فيش تجاوز وحتى لما بيحصل أنا بتعامل معاه بزكاء فبكسب اللي قدامي وبهدوء فهو بنفسه بيجي أقولي أنا بعتذر أنا كانت وجهة نظري بس نرفازة وقتية وبتتغير مع الوقت لكن بشكل عام بيبقى فيه الاحترام المتبادل وده مهم قوي بنحسدك على الزكاء في التعامل حي يا محمد الله بنحسدك على الزكاء في التعامل لازم يعني هو قلت أنت بيترجع ويعتذر لو تنرفست مع كل كومنت أو أي حد سواء قريب أو بعيد التعامل معه بيذا الشكل في العمل العام بتاعنا بالذات مع الكور الموضوع بي صعب قوي شكراً جزيلاً محمد عفيفي ناقد والمعلق الرياضي شكراً جزيلاً لك شرفتنا ونورتاً شكراً جداً